وللمزيد ينضم إلينا الدكتور مسلم شعيتو رئيس المجلس الثقافي الروسي العربي من موسكو ضيفي الكريم بعد التحية كيف ترى العملية العسكرية الروسية وإلى أي مدى قد تصل مساء الخير إليك ولمستمعين العملية العسكرية الروسية واضحة المعالم كما قال الرئيس بوتين هي فقط لوقف عملية الإبادة والإبادة الجماعية في منطقة دانياسك ولوغانسك ووقف تمادي السلطات الإنقلابية النازية المدعومة من أوروبا تحديدا من الولايات المتحدة والنيتو ووقف سلوكها العدائي ضد المكونات الأساسية في أوكرانيا وبالتالي هذه العملية لن تطول ما بعد العملية تفتح أبواب الحوار الدبلوماسي والسياسي إذا أرادت أوروبا وإلا ستتحمل هي مسؤولية كل التصعيد التي قد يحصل فيما بعد ذلك إذن روسيا أمام إما محادثات دبلوماسية أو تصعيد تقصد ضيفي الكريم المحرسة الدبلوماسية بعد الانتهاء من هذه العملية في أوكرانيا نعم أن تلجأ أوروبا للحوار وليس لغة التصعيد والهستيريا الإعلامية التي تقوم بها بمشاركة أيضا بعد وسائل الإعلام العربية للأسف عندما تتوقف كل ذلك هناك الباب مفتوح للحوار الدبلوماسي والسياسي وعلى أوروبا الانتزام به نسيجة للأوراق التي قدمتها روسيا لحفظ الأمن في أوروبا وفي العالم هل هذا يعني أستاذ مسلم أن هذه العملية محدودة نوعا ما؟ نعم العملية محدودة بأهدافها هي تغيير سلوك هذه القيادة التي أيضا تمادد أنها ستنتج أسلحة نووية وهذا ممنوع بالاتفاقات الدولية وبالمواسيق وبما وقعته أوكرانيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي على خلفيتها روسيا قدمت الكثير من المساعدات لأوكرانيا ما يقارب 150 مليار دولار حتى سنة 2014 عكس الدول الأوروبية التي تقدم أسلحة وتعتبرها مساعدات إنسانية لأوكرانيا نعم في سياق ما ذكرت من الموقف الدبلوماسي المرتقب يعني هناك جلسة لمجلس الأمن اليوم توقعاتك لما ستتدور حوله هذه الجلسة وما ستخرج عنه من قرارات هذه الجلسة ستكون جلسة حوار عالي النبرة الدبلوماسية ما بين ممثلي الدول خاصة الدول الخمس هناك موقف واضح لروسيا أنها تقوم بعملية عسكرية أمنية مرغمة عليها نتيجة لتمادي هذه السلطة بعملية الإبادة الجمعية ضد المواطنين الروس هناك والولايات المتحدة ستستعمل حكما كعادتها كل الأكاذيب والأقويل وتحريف الحقائق من أجل اتهام روسيا كما فعلت في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي غزلافيا وأيضا ستكرر هذه الادعاءة مرة أخرى في الاتصال الهاتف الذي جرم بين ترامب والرئيس عفوا بايدن والرئيس الأوكراني زلينيسكي حول قرار لإدانة موسكو الليلة في مجلس الأمن لن يحدث إدانة لموسكو الليلة لأن موسكو تستطيع أيضا أن تتخذ وتستعمل الفيتو وأيضا الصين هناك لا ننسى أنها هي تقف مع روسيا في هذه الأزمة وما الاتصال مع الرئيس الأوكراني إلا لدفع أوكرانيا لتصعيد أكثر لتوتير الأوضاع في منطقة محازية لروسيا وهذا هدف أمريكي نجحت به وأعتقد أنها تستمر بذلك إذن كيف ترى ردود الفعل الدولية ضيفي الكريم أستاذ مسلم إزاء العمل العسكري الروسي ما بين الشرق والغرب ما بين الصين مثلا والدول الأوروبية يعني ليس هناك رأي دول مستقلة عالمية كل هذه الدول تتلو ما تكتبه الوزارة الخارجية الأمريكية للأسف في أوروبا أولا وفي الكثير من الدول العربية التي تصدر مواقف مكتوبة مسبقا من الإدارة الأمريكية فإذن ليس هناك ديمقراطية في العلاقات الدولية هناك إملاءات هناك انتقاص للسيادة تمارسه الولايات المتحدة وتفرض على كل هذه الدول أن تمارس كما هي تطلب هل روسيا مستعدة ضيفي الكريم لفرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نعم نعم ورئيس الوزراء الروسي ماسوشين أعلن أننا مستعدون منذ فترة لرد هذه العقوبات أو تصدي لها ومواجهاتها ونحن نعرف تماما هذه العقوبات ليست معنية بها روسيا أولا إنما أيضا معنية بها أوروبا يعني مثل أعطيك أسعار الغاز التي تعرضها روسيا على ألمانيا 200 يورو للألف متر المكعب الولايات المتحدة تعرض على أوروبا 2000 يورو لألف متر مكعب وهذا الفرق واضح تماما أن العقوبات التي ستفرد على روسيا ستتأثر بها سلبا أوروبا وتصبح كلفة الإنتاج الأوروبي أكثر بكثير من كلفة الإنتاج الأمريكي وبالتالي تتخلى عن سيادتها الاقتصادية وحبما السياسية الأثار الاقتصادية بدأت تظهر دكتور مسلم يعني أسعار الذهب والبترول تسجل اليوم لقد فقدنا الاتصال مع ضيفنا دكتور مسلم شريطه ورئيس المركز الثقافي روسي العربي من موسكو شكرا